الشعوب في هذا القرن الواحد وعشرين بشكل عام متجهة نحو الإيمان بغض النظر في إيمان مسيحي يهودي مسلم كذا بس يقالوا قالوا لا هذه الدراسات على فكرة غربية لاحظنا أنه أكثر الشعوب تمسك بدينها الإسلام المسلمين هم لاحظوا طب ليش المسلمين دون غيرهم شعوب أشد تمسك المسلمين بالذات أشد تمسك هم يشعروا بهذا الكلام ومش بس أشد تمسك على فكرة والتسارع في قضية إقبال الناس إلى الإسلام قديش فيه بخرج من الإسلام قديش فيه بدخله ذكيكم معي بعدين هم استعمرونا وفي البلاد العربية بالذات العربية بالذات مش الإسلامية العربية بالذات المسلمة استعمرونا فترات طويلة ومع ذلك الناس ما غيرت دينها أخذت دينهم بس أخذت أفكرة بطريقة ثانية بس ما غيرت الدين ولكن باقي الأمم أخذت الدين اللي استعمروها يعني أخذت الدين في غليبيتها سبق هذا تحدثنا فيه وبلاحظوا بالذات العربية أفكرة محصن أكثر لأنه لغته مش العربي بصفته جنس يعني لا بصفته صاحب اللغة صاحب اللغة وكريب من القرآن والسنة عنده حصانة عنده حصانة وهذا ملحوظ إذا بتلاحظوا في في يعني يعني ممكن يفسق عندنا ناس حتى وينحرفوا كذا لكن مش مستعدين يتمنوا دين أخر يعني بكلك حتى الملحد عندنا هون بكلك أنا تركت الإسلام بدي أروح وقض غيره تركت الإسلام بأخذ غيره أما انسوا انسوا بعض هذه المسائل التي لا تخلو يعني نفس البشرية معقدة جدا قد تجد يعني ولكن لا حتى الملحد عندنا اللي أصلا عاش في بلاد إسلامية إذا كانوا لابد بكلك أنا أخذ أترك الإسلام وأخذ غيره يعني بكلك من الإسلام ما أقنعنيش يعني تكنعني غيره مثلا هيك مواضح طيب إذا هذا اللي بيجعل أهل الكتاب بالذات انت بالذات المسلم وبالذات يا عربي لأن هم ملاحظين أنه العربي اللي هو لما احتلوا كل البلاد العربية إلا شوية ما قدروا يحولوها الناس وبختلفوا عن باقي الشعوب لكن برد أكرر مش بصفته جنس يعني ومن قلكم أصلا أنه أكثر أكثر الناس اللي موجودين حتى في بلادنا وفي بلاد العربية أنه أكثرهم يعني عرب في الأصل لا مش صحيح إحنا هون خصوصا في فلسطين خليط من أمم كثيرة إيش يعني عربي إنت كله أبناء آدم أصلا أو ممن حمل مع نوح إيش يعني بشيك ولكن المسألة مسألة العربية اللسان إيه اللسان عندك اللسان العربي وهذه فيه تفصيل بلكن ندخل فيه يوم في اللسان العربي ونشوفك بيحصن وفيه علاقتك بالقرآن والسنة طيب ولذلك أكثر مؤامرات على العرب المسلمين أكثر مؤامرات مشان نحاولوا يعني إنه انطلاقتهم هاي انطلاقت العرب يضبطوها يضبطوها لذلك بتجدوا الاستعمار أكثر تركيزوين العرب المسلمين العرب المسلمين وهذول بالذات مش لازم يملكوا إرادتهم مش لازم يحكموا أنفسهم ليش انت بخد ليش كل الأمم آ إلا أنت بعرفوا هم عارفين إذن لاحظوا هون ما يودوا الذين كفروا من أهل الكتاب إذن شو سبب هذا إنهم أهل الكتاب ولا المشركين حتى ولو المشركين كمان شو السبب هناك عند المشركين الشرك برضو في عنده اتجاهك هو المشرك كمان في عنده اتجاهك ولا المشركين أن ينزل عليكم آه معناته هون بالدرجة الأولى المقصود الوحي ينزل عليكم من خير من ربكم